بفضل القطاع الصحي وعمر الصحة وبالفضل كل من مشاركوا معنا بمحاربة هذا الوباء واصبحنا إن شاء الله وإن شاء الله بدون عدد الإصابات نقص كثير وعدد الوفاية إن شاء الله يزيد ينقص هذا يعطينا فرصة باش نهتم بالقطاع ان تعنا أكثر لأن مدة سنوين كنا نسألوه إلا على الكوبيل لأنه كان فيه خطر كان فيه مرض وكنا نجهل كيف يكون المستقبل تعال الخطر تعال الخطر والتعال الكوبيل إن شاء الله حتى ويعود يرجع وترجع موجة كما الموجة الرابعة حاربناها بفضل التجربة اللي حصل عليها القطاع الصحي حتى وتكون موجة ومن تمناش تكون موجة ميدة قدر له تكون موجة عند التجربة اللازمة باش نواجهها للموجة لكن حاليا انطلق لا في العمل بالنسبة لاستعجالات بالنسبة في عمل آخر مهم جدا جدا وانطلقنا فيه وعنده بعد غدر إن شاء الله بشركاء الأخصائيين بالنسبة للسرطان لأن كان من صراحياتنا وكان من عملياتنا وكان من توصيات سيدر الجمهورية بالنسبة للسرطان